وإذا تساوى ليس بالأمر الغريب أن تسبق الانتخابات في بلدان العالم مناكفات سياسية للمتنافسين لكن العراق الجديد ينفرد بمشهد ليس مألوفا كالعادة عبر صراع سياسي محتدم يصل حد الاتهامات والتسقيط قبيل كل انتخابات تشريعية حتى بات موعد إجرائها وكأنه جرس انطلاق بحلبة اقتتال فترة ما قبل انتخابات عام 2018 شهدت كسابقاتها تشضي كتل وتشرذ ما أخرى وقيام تحالفات وانهيارها بين ليلة وضحها لكن ما طفع على السطح اليوم هو الحديث عن موعد الانتخابات نفسها وسط تباين الآراء حول إمكانية إجرائها في آيار القادم طلال الزوبعي رئيس لجنة النزاها النيابية كشف عن احتدام الصراع النيابي بشأن تأجيل الانتخابات مشيرا إلى احتمالية التأجيل نظرا للأوضاع الراهنة في البرلمان بعد أن قدم تحالف القوى مقترحا بهذا الشأن ليرد تيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم واصفا المقترح بالسلوكيات المذرة بالعملية السياسية متوعدا بالعمل على إجهاضها إجهاض هذه المحاولات يبدو الآن أصعب منذ قبل فبناء على ما كشفته صحيفة الحياة اللندنية من أن رئيس البرلمان سليم الجبوري ذهب إلى ما بعد التأجيل فاقترح ما سمي بقانون الطوارئ لإدارة البلاد بعد جمع تواقيع برلمانية للتصويت على تأجيل الانتخابات المقبلة بيد أن التأجيل من عدمه وصراع الساسة المتصاعد يحيل إلى مشهد بصورة أبعد ليرى تأثير الأياد الخارجية على المشهد السياسي بين ضبط أو إعادة صياغة كما وصفت النائبة عن ائتلاف المالك هدى السجاد إيران بالحريصة على ما سمته بضبط الأحزاب الشيعية في البلاد وإذ لا يعرف ما إذا كان صراع الشركاء سيفضي إلى تأجيل من عدمه لكن المؤكد أن الحمام الكلامية المحملة بالوعود لم تعد تجدي نفعا فإحساس الخذلان واليأس بات مسيطرا على رأي شارع بعد أن كررت التجربة وتشابهت النتيجة